السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكوا احبابنا الكرام معاكم محمد هنداوي وانت بتتفرج على ذاتونا زراعية طبعا التغذية مهمة جدا لأي كائن حي ومهمة جدا برضو للنبات التسميد الصحيح مهم جدا وبيأثر على كمية المحصول وجودة المحصول اللي عندنا فعشان كده ان شاء الله عز وجل دي هتكون اول حلقة في سلسلة الاخطاء الشائعة في عمليات التسميد وكتير من احبابنا المزارعين بيقع في اخطاء اثناء عملية التسميد والتغذية وده طبعا بيأثر على التكلفة الاقتصادية النهائية للمحصول وكمان بيأثر على الجودة وبيأثر على العائد الاقتصادي للمزارع وكمان بنستخدم التغذية الصحيحة والبرامج التسميدية المتكملة كبرامج وقائية وعلاجية في كثير من الحالات المرضية لان احنا لو عندنا الاشجار بتاعتنا او النبات بتاعنا في حالة صحية جيدة ده هيخليه مقاوم وهيرفع درجة المناع عنده فيقدر يقاوم كتير من الامراض وهيوفر علينا برامج علاجية كتير ومكافحة علاجية ومثلا اثناء فترة التزهير في اللمون البلدي بتنتشر فراشة دودة الازهار وانا بلاحظ ان الاشجار اللي حالتها الصحية بتكون كويسة وبيكون لونها ازرق ومتغذية تغذية سليمة ما بتأثرش فيها فراشة دودة الازهار لكن لو قررناها بشجرة بتكون فيها مشاكل وشجرة ضعيفة ومظهرة نفس كمية التزهير بنلاقي دودة الازهار بتأثر فيها تأثير بالغ وده اندل احبابنا الكرام بيدل ان التغذية السليمة بيخلي الشجرة مقاومة وبيخلي منعتها شديدة وعشان كده احبابنا الكرام هنتعرف في سلسلة الحلقات دي على اسس التغذية السليمة للنبات وهي الاخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض احبابنا المزارعين وايه هي تصحيح هذه الاخطاء وازاي نتفادى ايضا الوقوع في هذه الاخطاء من الاساس وكمان هنتعرف على الاسس السليمة لخلط الاسمدة الكيميائية وكمان هنتعرف على ايه هي موانع خلط الاسمدة الكيميائية عشان عندنا بعض الاسمدة لو اضفناها الى بعضها البعض هتعمل مشاكل وبتقلل منفايدتها وبتضيع عليه قيمتها الاقتصادية وبسبب غلاء الاسمدة الكيميائية في الفترة الاخيرة اصبحت الزراعة معادلة صعبة واصبح موقف المزارع موقف لا يحسد عليه فاحنا هدفنا من الحلقات دي ان شاء الله عز وجل هو تعظيم الاستفادة من جميع الموارد الاقتصادية وتقليل اي فاقد ممكن يقع على المزارع وان شاء الله عز وجل هتكون الحلقة دي هي المقدمة لسلسلة الاخطاء الشائعة في عمليات التسميد فتأكد ان انت عمل اشتراك وانفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله عز وجل وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة